السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حبايبي؟ يارب تكونوا بألف خير لحمة الغلابة وصفة حلوة جدا فأقل من 5 دقيقة هتعمليها لذيذة هيحبوها وهيطلبوها منك على طول غنية بالبروتين ومفيدة جدا جدا والكمال خفيفة على المعدة حطي لايك وعملي متابعة ويلا بينا نشوف وصفتنا في البداية كده عندي حلة ربعها مية على النار وعندي ربع كيلو من الفول الماتشوش اللي منقوع بقيل وساعة مخصول ومنقوع بقيل وساعة بعد كده حطيته على المية وهسيبها بقى هحطلها شوية من الخضرة وقرنين من الفلفل الاخضر وده اختياري تمام لو مش عايز الفلفل الاخضر عادي ممكن تستغني عنه حطيت كده حزمة كبيرة من الخضرة انا هنا حطها كلها كزبرة خضرة تقدري تحطيها خضرة مشكلة على حسب ما بتحبي بعد كده عندي بصلوية متقطعة على اربعة حطيتها برضو معاهم وهسيب بقى الكلام الجميل ده يغلي لغاية الفول الماتشوش يستوى عندي بقى على بال ما هو يستوى يتاصع على النار حطيت فيها تلات اربعة معالق كبار من الزيت ونزلت ببصلوية كبيرة متقطعة جوانح وبعد ما قطعتها جوانح رشيت عليها معلقة من الدقيق زغيرة بدرتها كده بالدقيق ورشة من الفلفل الاسود وكمان رشة من الملح وقتنيت لما الزيت سخن ونزلت بالبصل بتاعي وهبتدي اقلب فيه لغاية ما ياخد لون دهبي وجميل طب ايه فايدة الدي ايه الدي ايه كده هيغلف البصل وهيخليه اخد لون دهبي وحل وكمان هيخليه ما ارمش معنا تمام كده هنبتدي بقى نقلب فيه بالشكل ده لغاية ما نوصل للون اللي احنا عايزينه بعد كده هنخرجه تمام يفضل انك تخرجيه على مصفة بلاش ورق منازيل علشان ما يتراش منك علشان يفضل محتفظ بالارمشة بتاعته خلاص كده هنطلعه ونشوف هنكمل في نفس الطوصة هنعمل ايه تمام زي ما قلتلك يفضل تطلعيه على مصفة شايفين شكله جميل جدا ودهبي وحلو هنجيب بقى بصلية تانية هنقطعها كده آآ صغير وفي نفس الطوصة هنبتدي نشوحها تمام كده وهنحط كمان عليها فص من التوم المهروس او فصين ولما ريحة التوم تطلع هنبتدي نقلب في الكلام الجميل ده لما ريحة التوم تطلع معي آآ خلاص كده يبقى هي جهزت معي ادي التوم اهو هنبتدي نقلب فيه كده شمال ويمين لغاية ما ياخد لون حلو جدا وهنطلعه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني بس خلاص كده انا مش انا اول ما ريحة التوم طلعت طفت على البصل خلاص عندي بقى الهند بلندر كان الفول بتاعي استوى جدا هنبتدي نضرب آآ الكلام الجميل ده كده مع بعضه كله الفول بالخضرة اللي احنا حطناها بالبصل تمام لغاية ما يبقى ناعم جدا معي ما فوش اي تكتلات بعد كده هنزل بالبصلة والتوم اللي انا لسه مشوحيهم هنحط طبعا التوابل بتاعتنا كسبرة من النشفة وكمون وشوية من الشطة وشوية من الملح تمام كده ولو عايزة تحطي معلقة كبيرة او معلقتين من الملوخية النشفة حطي طبعا ده اختياري طبعا دي احلى بصورة هتاكلها جميلة جدا اكلة شعبية مصرية جميلة جدا 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 مش باعة وخفيفة على المعدة تمام هنزبط بقى الملح كده بتاع الاكلة بتاعتنا وحنسيبها بقى تغلي غلوتين كده عشان تاخد من طعم البصل والتوم وبعد كده هنقدمها في الاطباق ونحط على الوش البصل اللي احنا عملناه في اول الفيديو انا زودتي هنا كده في الفل اسود ادي كده ده كده قومها معينا لما بتبرد طبعا بتتقل هي سخنة جدا هنحط بقى البصل على الوش ونقدمها بالشكل ده كده حطي لايك وعملي متابعة وقوليني رأيك ايه في التعليقات والسلام عليكم